سلام بكم. هنستكمل دلوقتي مع بعض الدروس النظرية. انا كنت عملت قبل كده الفيديو اللي هو الخاص باستخدام الطارة وازاي نقدر نستخدمها. النهاردة هنعرف ازاي نقدر نستخدم او نقدر نلضم الابرة. اه طبعا في كل ابرة انت بتشتريها بيبقى جاي معاها. ازاي بتقدري ان انت تعمليها وزي ان انت تقدري تركبيها. وطبعا بيكون جاي معاها اللضم بتاعتها دي. اه فعشان كده دي اهم حاجة. ما مش باينة ولا لا اهي. لازم تحافظي عليها. ولازم تحافظي على الجزء ده ان هو يكون ملزوق من هنا. ما تفكهاش. حتى لو اتفكت هاتي مسلا سلو تيب وبتجي قفليها تاني. عشان تحافظي علي الابرة. يفضل ان انت تستخدمي او تعملي مسلا آآ آآ مقلمة كده. هي يعني او اللي هي بتبقى المقالم دي اللي هي بتبقى مفتوحة. بحيس ان انت تحطي فيها كل اغراضك عشان تقدري تحافظي على الابرة. والافضل حاجة ان انت تسيبها في المكان اللي هي جاية فيه. يعني انا دايما بحب بحب بحطها. يعني هي مسلا دي كانت جاية في كيس. بعد ما بخلص بفتح الكيس من هنا وحطها فيها. تمام? طيب. احنا النهاردة بقى هنتكلم على ازاي نقدر ان احنا نلضم الابرة. تمام? اول حاجة لازم نخلي بالنا منها ان كل النوع ابرة لها الخيط المناسب لها. يعني انا مسلا ما ينفعش احط الخيط اللي هو بيبقى الخيط اللي هو بيبقى سميك قوي ده في الابرة دي. لان بصوا سن الابرة بتاعها اصغر من حجم الخيط. تمام? فاحنا مسلا هنا هنعمل مسلا نفترض ان احنا هنعمل سجادة. هل ينفع احط الخيط ده مع الابرة دي? مش هيعدي من الاساس. يبقى لازم نراعي اهم حاجة نخلي بالنا منها ان احنا لازم نراعي في البداية سمك الخيط اللي انا هستخدمه مع الابرة. لان الخيوط عندي زي ما قلنا مستويات بالشكل ده. اهي. فلازم نخلي بالنا من النقطة دي. لو لقاتي من البداية ان الخيط اللي انت بتستخدميه مش بيمر من الابرة اعرفي ان الخيط من الاساس مش مناسب معيك. تمام? طيب. احنا عندنا دايما بييجي مع الطريقة اللي بتبقى موجودة عندنا. بيبقى دايما في كل الابرة مكتوب فيها الطريقة اللي انت هتستخدميها بيها. هي كل الطرق واحدة. سواء مع دي او مع الازرق او مع الخشب. هي كل الطرق اللي عندنا بتبقى واحدة. في البداية طبعا هنجيب الخيط اللي احنا هنستخدمه. اي نوع خيط عندك. آآ شوفي بيكون بس اهم حاجة يكون مناسب للابرة استعمليه. في البداية عندنا كل نوع ابرة بيبقى جاي معها اللضامة بتاعتها. آآ طبعا لازم تحاوز عليها كويس لانها لو ضاعت خلاص كده. بس طبعا بالوقتي بقى بيعملوا آآ اونلاين. ممكن تشتري اللضامات بس. يعني تشتري كي كيس كده في اتناشر وفي واحد في ستة. وفيه كمان بيبقى احجام مختلفة بحيس ان انت لو عندك اكتر من آآ مقاس. آآ طبعا هنا الجزء ده لو في الورقة ده ده لازم نخليه بنحافظ عليه عشان كل مرة لو حتى تخلع ممكن بتلزقيه من هنا عشان تحافظي على الابرة. في البداية بقى احنا هنعمل ايه? في البداية احنا عندنا الابرة دي. والطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي ده مع اي ابرة عندك. تمام? سواء الخشب او الازرق او اي حاجة. بنبتدي اول حاجة نعملها ان احنا بندخل الابرة بتاعتنا من هنا بالشكل ده كده. اهي. تمدال يتدخليها لحد ما توصل للجهة التانية. بالشكل ده كده. طبعا الخيط زي ما قلت لازم يكون مناسب للفتحة اللي انت هتستخدميها في الشغل بتاعك. تمسيكيها كده. انا بصراحة مش بحب افتحها قوي عشان لو برضو الابرة بازت من هنا. اللي اتضام برضو كده بازت. فبمسكها كده الفوق شوية. اهي. وابتدي ادخل الخيط من الفتحة الواسعة اللي هي الموجودة عندي دي. بالشكل ده كده. وهبتدي اسحب الايه? الخيط. تسحبي كده جزء من الخيط. بالشكل ده كده. اهي. خلاص? وبعد كده تبتدي تسحبي في برضو حاجة. فيه لتضامة كده عاملينها بلاستيك للخيط بحيس ان انت تدخليها برضو من هنا. تمام? لو انت عايزة يعني او حتى اي حاجة مسلا لو انت عايزة اي حاجة بعد كده. مش شرط يعني الابرة العادية حتى. تمام? واتدخليها برضو بتبقى سهلة على طول. بعد كده بنعمل ايه? زي ما احنا شايفين كده? بنبتدي بقى ناسحب الخيط كده. وده لي بقى تسحبي تسحبي تسحبي. اهو. اهو الخيط وصل بالسلامة اهو. الشكل ده كده. اهي تبتدي بقى تفكل ايه? الخيط بتاعك. الشكل ده كده. طبعا اللي اتضامة تحطيها في مكان تكوني عارفة ان هو بعيدا عن احباب الله. تمام? بعد كده هتعملي ايه? عندك برضو السن دوت اللي هو موجود هنا. هتبتدي بقى تدخلي الابرة فيه. الخيط قصدي فيه. اهو. كده السن بقى عندك جاهز ليه? الايه? الشغل. اهي. سهلة جدا. فاش اي حاجة. بعد كده بقى هنبتدي آآ نجيب بقى الطورة بتاعتنا ونبتدي نشتغل. حاجة برضو عايزة انبه عليها في الشغل بالابرة. لازم تبقي مهوية الخيط وانت بتشتغليه. يعني ايه? يعني انت مسلا اشتغلتي ما ينفعش ان انت تسحبي من البكرة تبص لقي ان انت حاسة ان انت ايه? لازم تبقي سايبة مسلا كزا تلات اربعة مطار وانت بتشتغلي عشان ما تحسيش ان انت بقفتي. لان ده هيأثر على شكل الغرزة. فقبل ما تشتغلي تسيبي اربع مطار كده خلصتيهم تعملي اربعة تانيين او تلاتة تانيين. تمام? بحيس ان انت ما تبقيش حاسة ان انت تعبانة وانت بتشتغلي. تمام? وزي ما قلت قبل كده لو الخيط معداش من الجزء من هنا كده. لان طبعا هنا في الجزء ده هنا. ممكن وارد جدا ان الخيط ما يبقاش مناسب. الخيط اللي انا مستخدمها اللي هو الصوف. وارد جدا ان هو ممكن ما يعديش اصلا من هنا. تعرفين الابرة الخطر اللي انت مستخدمها مش مناسب للابرة. تمام? آآ وزي ما قلت انواع الابر كلها في فيديو كامل. اللي انت تقدرين انت تستخدميه. الناس اللي بتسأل ليه آآ الناس اللي بتسأل احنا نجيبها منين? في ناس اشترت آآ من محلات آآ كل شيء في آآ في نصر. في ناس اشترت اولاين خلاص. آآ من عند علي اكسبريس وفي على وش وامازون وآآ آآ وفي كمان آآ في كزا مواقع ممكن تشتروا من عليها فيها الابر موجودة ومتوفرة. آآ انتو بس اكتبوا مسلا بونش نيدل على اي موقع هتبص تلاقيه طلعلك الابر بتاع الابرة كل انواع الابر. آآ هتلاقوا الخشب والبلاستيك الخشب برضو حلوة جدا ومريحة جدا في الشغل. وانا عاملة فيديو كامل على انواع الابر. تمام? فاضل بقى ان احنا بعد كده ان شاء الله هعمل بقى فيديو كامل ازاي ان انت تقدر ان انت تعملي آآ الرسمة بتاعتك عشان تزبطيها على الشغل بتاعك. آآ وازاي ان احنا نقدر نجيب اي رسمة مسلا من على التليفون ونعملها. آآ ممكن طبعا تستعينوا بالورق اللي هو الشفاف او اللي هو او ورق الزبدة كمان ممكن نفع معاك جدا حلوة برضو. آآ اي نوع شفاف او اي نوع ورق بيشف الشغل هينفع معاك جدا في الشغل. تمام? آآ اتمنى يكون فيديو النهاردة سهل واتمنى كل اللي مش كانوش بيعرفوا يلضموا الابرة يقدروا ان هما النهاردة آآ يستخدموها وبردو جربوا بس زي ما قلت خلي بالك على الا الضامة لانها بتبص بسرعة. تمام? وان شاء الله هشوفكو في الدرس القادم وان شاء الله آآ كل فيديو آآ يعجبكو. قلولي برضو آآ هل المعلومة وصلة لكم كويس ولا ولا لأ آآ اللي انتم محتاجينه اكتر. ان شاء الله هننفس حاجات كتيرة جدا على القناة. تابعونا.